اشتركوا في القناة مرحبا بك اليوم سأشرح لكم الأسباب الشائعة لرفض الفيزا السياحي إلى كندا وأيضا سأقدم لكم الحلول لتفادي أسباب الرفض إذن مشاهدة كاملة للفيديو بمعرفة جميع التفاصيل الموضوع اليوم سأبدأ الشرح ميزاني أولا لدينا الأسباب الشائعة لرفض الفيزا السياحي إلى كندا لدينا السبب الأول عدم اقتناع السفارة الكندية بملف الشخص المقدم للفيزا السياحي إلى كندا هنا الشك في بعض الوثائق أو في الملف كامل مثلا الشك في تزوير الشخص لبعض الوثائق الخاصة بملف الفيزا السياحي إلى كندا لدينا السبب الثاني عدم اختيار المدة الزمنية الملائمة لزيارة كندا هنا من بين الأسباب الشائعة لرفض الفيزا السياحي إلى كندا أيضا نجد مثلا نهاية صراحية جواز الصفر للشخص المقدم للفيزا السياحي إلى كندا ندينا السبب الثالث نقص الوثائق المطلوبة في ملف طلب الفيزا السياحي إلى كندا هنا نقص احد الوثائق المطلوبة في الملف من بين أسباب الرفض للفيزا السياحي إلى كندا ندينا السبب الرابع عدم زيارة الشخص لبلدان أخرى مثلا زيارة أحد البلدان الأوروبية أو أي بلد آخر هنا من بين أسباب الرفض ولكن ليست إجبارية فقط هي تزيد من حضور الشخص للحصول على الفيزا السياحي إلى كندا ندينا السبب الخامس حجز فندقي غير مؤكد مثلا مدة زيارة الشخص لكندا ثلاثين يوم شهر وهنا الشخص لم يؤكد الحجز الفندقي لهذه المدة هنا سوف يتم رفض طلب الشخص للفيزا السياحي إلى كندا ندينا السبب السادس عدم امتلاك الوثائق الخاصة بالممتلكات للشخص المقدم للفيزا السياحية كدليل لعودته بعد انتهاء مدة زيارته لكندا مثلا لدينا امتلاك الشخص لمنزل قطعة أرض السيارة هنا عدم إضافة أحد هذه الممتلكات يزيد بنسبة كبيرة لرفض الفيزا السياحية إلى كندا ندينا سبب السابع امتلاك حساب بنكي ضعيف هنا عدم سيولة في مال الشخص مثلا إدخال وسحب المال عدة مرات من حسابه الخاص من بين أسباب رفض الفيزا السياحية إلى كندا ندينا السبب الثامن عدم اقتنع موظف لاجون السفر الكندية بالهدف والغرض من زيارة الشخص لكندا أيضا يعتبر من بين أسباب أو أحد أسباب الرفض الفيزا السياحية إلى كندا امتلاك ندينا السبب التاسع لدى الشخص المقدم للفيزا السياحية إلى كندا سوابق عدلية سابقة مثلا ارتكاب الشخص لمختلف الجرائم مثلا تعاطي الشخص للمخذرات مثلا دخول الشخص للسجن سابقا أيضا العنف يعتبر أحد أسباب رفض الفيزا السياحية إلى كندا ندينا السبب العاشر عدم قدرة الشخص على السفر مثلا لديه مرض معدي هنا أيضا من بين أحد أسباب رفض الفيزا السياحية إلى كندا إذن هذه هي الأسباب الشائعة لرفض الفيزا السياحية إلى كندا ثانيا سأشرح لكم كيفية تجنب أسباب رفض الفيزا السياحية إلى كندا بعد إعادة الطلب مرة أخرى ندينا أولا تقديم وثائق سليمة وغير مزورة وأن تكون البيانات صحيحة وخالية من الأخطاء وأن يكون الملف كامل ندينا ثانيا أن تكون الوثائق المقدمة معتمدة من الجهات المختصة ومختم بالختم الخاص بالبلد الأم للمتقدم بطلب الفيزا السياحية إلى كندا ندينا ثالثا أن لا يكون الشخص المقدم للفيزا السياحية إلى كندا قد تعرض في السابق لبشكلة أمنية أو سبق له التورط في إحدى الجرائم أن يكون سجله الجناء صافي وسليم ندينا رابعا يجب أن يكون الشخص خالي من الأمراض وخاصة المعدية منها يجب أن يتمتع بالصحة الجيدة لطلب الفيزا السياحية إلى كندا ندينا خامسا إقناع السفر الكندية بأن الغرض والهدف من الزيارة لكندا هو للسياحة والاستجمام واكتشاف الأماكن الجميلة في كندا والعودة للبلد بعد انتهاء مدة الزيارة وذلك بإثبت بوثائق رسمية ندينا سادي سنتقديم وثيقة بنكية تثبيت قدرة الشخص على تعطي تكاريف السفر إلى كندا ومصاريف الإقامة والسكن والأكل والنقل فيها أثناء مدة زيارته لكندا ندينا سابعا اتباع واحترام جميع خطوة طلب الفيزا السياحية إلى كندا المواعد الملف يجب أن يكون كامل دفع جميع حقوق ورسوم طلب الفيزا السياحية إلى كندا القيام بالإجراءات البيومترية وبجميع الخطوات والوثائق المطلوبة من طرف السفارة الكندية ويمكن إضافة المتركات مثلا منزل أو قطعة أرض أو سيارة أيضا زيارة الشخص لبلدان أخرى ستكون مفيدة جدا في زيادة حظوظ قبول ملف الشخص للفيزا السياحية إلى كندا أتمنى أنكم استفدتم من شرح موضوع اليوم إذن مشاهدة مفيدة للجامعة بالتوفيق للجامعة إلى فيديو آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر